الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى تحت كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدم يوم الفتح سمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل الامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دم ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمر قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تحت عنوان ليبلغ العلم الشاهد الغائب أورد الإمام البخاري هذا الحديث الكبير في حرمة مكة وبياني كيف أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال فيها ساعة ثم استعادت حرمتها إلى يوم القيامة في السند وهو يبعث البعوث إلى مكة قال أبو شريح لعمر بن سعيد والي المدينة ليزيد بن معاوية وهو يبعث البعوث إلى مكة إذا لي همزة وصل بعدها همزة تحقيق ساكنة فيجب إبدال الهمزة الثانية الساكنة مدًا للأولى عند جميع القراء وورد ذلك في القرآن ومنهم من يقول أذلي ومنهم من يقول أذلي فإذا وصلنا أسكننا همزة التحقيق وسقطت همزة الوسط ومنهم من يقول أذلي أما إذا قلنا ومنهم من يقول فيجب أن نحقق همزة الوسط فإذا حققناها صار عندنا همزتان الأولى محقق متحركة والثانية ساكنة والهمزة الساكنة بعد الهمزة المتحركة يجب إبدالها فنقول إذا لي إذا لي إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين يتكلم به يعني الصحابي يقول أنا رأيت رسول الله سلم حين يتكلم وسمعته وفهمته وهذا نوع من التأكيد على أن يسمعه هذا الأمير الذي يجهز الجيش لمكة وكان عبد الله بن الزبيري لم يبايع معاوية رضي الله عنه فلما جاء يزيد وعلم أن أمره قد استفحل وأنه لا ناصر له يروى أنه بايع أن أمير بالمدينة بايع عبد الله بن الزبيري يزيد على يده ولكن يزيد قال لا أقبل باعته لا أقبل إلا أن يأتيني في جامعة أتدرون ما الجامعة هي السلسلة القيد فعلم أنه غير ناجل فذهب إلى مكة وأعاذ بها فأرسل إليه ثم ما زال أمره حتى قتله الحجاج وميوسف في عهد عبد الملك بن مروى المهم عندنا في هذا أن مكة معظمة لا يجوز حتى قطع شجرها لا يجوز ولا يجوز قتل حمامها ولا قد ثح إلا ما أذن الله فيه وإن أحد ترخص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيه المشركين فرسول الله يقول قولوا له إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم وأما من هرب إليها بحق عليه ففي الأئمة خلاف في هل يؤخذ بذلك أم لا يؤخذ وكيف يعامل معه هذا موضوع فقه محل خلاف أحسنهم حالا الذي يقول لا يقتل فيها ولكن لا يبايع ولا يجالس ولا يؤاكل حتى يخرج منها وعلى كل حال هذا أمر يتعلق بالقضاء والحكام هم الذين يقررونه يحكم القضاة به وينفذ الحكام لا علاقة لعوام المسلمين منه لي ومنهلكم به هناك أمور تحتاج إلى القاضي ويحتاج القاضي إلى الحاكم ينفذها عوام المسلمين لا يجوز خوضهم فيها لأن خوضهم فيها إنما يجعل بينهم الفتن فتحتاج إلى تقرير وإلى قضاء وهذا أصل في الدين أصل في الدين أن الأمور التي تثير الفتن لا يخوض فيها عوام المسلمين لأنها تسبب الفتن حتى إن من قتل له قتيل قتل أخاه أو أخوه أو أبوه أو ابنه لا يجوز له أن يقتل قاتل بل يذهب إلى الحاكم وإلى القاضي ويرفع قضية لأجل أن لا هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا والآخر يقتل عم هذا والآخر يقتل خال هذا هذا في الإسلام ممنوع لأن الإسلام ينشد السكينة وينشد الأمن والاستقراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كرم وصورا إذن هذه أمور خطيرة فلا تحرك في المجتمعات بل إن القضاة والجهات الرسمية هي التي تبحثها وتعلم ما يترتب عليها من صلاح وفساد ما يترتب عليها من صلاح وفساد ولذلك الصحيح أن علي رضي الله عنه عندما لم يتتبع قتلة عهمان نظرا لأن ذلك يثير الفتن فأخرهم وهذا موضوع خطير للغاية لا يجوز الخوض فيه إلا لأهل العلم الذين يعرفون ماذا يترتب عليه نعم مكة معظمة والكعبة معظمة ودم المسلم معظم وماله معظم وعرضه معظم والإسلام لا يقبل المساس بهذه الثوابت كل هذا أورده البخاري لأجل أن يقول وليبلغ الشاهد الغائب اللهم قد بلغنا هذا قد بلغنا شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد الغائب ولل الشاهد يبلغ الغائب حتى وصل إلينا الليلة هذا قد بلغنا سنة محفوظة قد بلغ يا رسول الله الشاهد الغائب حتى وصل إلينا وقامت حجة علينا به وكل ما ثبت عن رسول الله عليه وسلم تقوم الحجة به علينا ويجب علينا امتثاله ولا مصدر للحكم الشرعي إلا في كتاب الله وسنة رسوله ويستعان على فهمهما بفهم العلماء الراسخين كالإمام بحنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم المصدر للحكم الشرعي هو كتاب الله وسنة رسوله فقط ويستعان على ذلك بأصول أصلين اهنين إجماع الأمة وقياس صحيح من المجتهدين ويستعان على فهم الكتاب والسنة بفهم الراسخين من أهل العلم الذين يشرحون لنا الكتاب والسنة ولا مصدر إلا الكتاب والسنة وكل من جاء بفكرة أو عبادة أو حركة فتعرض على الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المستثمرين في الكتاب والسنة فإن وافق الأمر ذاك فبها ونعمة وإن لم يوافق فهو مردود يقرأ قوله فرًا بخربة يقول لا يجوز التعرض لأحد بمكة إلا إذا كان عاصيا هذا رأي الأمير هذا رأي الأمير يقول إلا إذا كان عاصيا أو فارًا بدم أو فارًا بخربة أي سرقة خربة أي سرقة يقرأ قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين على هل بلغت على هل بلغت نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ والصدق والأمانة والفطانة وقد بلغنا ما قال فيا أيها الناس لا تتعرضوا لدماء الناس وأموالهم وعراضهم ولا تثيروا الفتن ولا تقبلوا من أحد يثيرها ولا تكثروا سواد مظاهرة تثيرها إن من مشى مع قوم في الشارع فقتلوا فقد شاركهم أو نهبوا أو حرقوا متى أباح الله أموال المسلمين وأعراضهم ودماءهم إذا رأيتم ناس يذهبون وربما يحرقون مال مسلم أو يقتلون دم فاذهبوا عنهم دعوهم خلوا على ذات اليمين أو ذات الشمال واجلسوا ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي صح ولا لا؟ خير من القائم والقائم وفيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي تأخروا عن أن لا تشاركوا من يقتلوا مسلماً أو يأكلوا ماله أو يحرقوا بيته أو دكانه لا تجوز أموال المسلمين ولا أعراضهم ولا دماؤهم ولا يجوز الخروج على حكام المسلمين ولو فعلوا ما فعلوا ولو عصوا الله ولو ظلموا ولو فعلوا لا يجوز ليس كلامي كلام رسول الله وإجماع علماء المسلمين من تغلب وجب الطاعته لأن في الخروج عليه ومناسعته فتنة عريضة تفتح ثم لا تغلق يمكن فتحها لأي شخص وأما غلق بابها فلا يمكن إلا بعد ما تحرق الأخضر واليابس وتذهب بما تذهب به نسأل الله العافية اللهم عافينا في هذه البلاد وعافي جميع بلاد المسلمين اللهم احفظ على المسلمين أموالهم ودماؤهم وأعراضهم وارزقهم الأمن والأمان والاستقراء يقرأ قال رحمه الله تعالى باب إثم من كثب على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شوبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي فلي لجي النار يقرأ قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار الحديث الأول فيه أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب كبيرا يستحق بها أن يدخل النار العياذ بالله والحديث الثاني فيه نفس المعنى وفيه تحرج الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تحرجه من الحديث عن رسول الله مخافة أن يغلط أو يخطأ مخافة الخطأ وإلا هو كان صدوقا وأمينا وقد أكثر بعض الصحابة ولكنهم ما كذبوا على رسول الله أكثر أبو هريرة وأكثر ابن عباس وأكثر تعائشة رضي الله عنها وأكثر جابر بن عبد الله وأكثر عبد الله بن عمر وأكثر ابن مسعود وهم يتفاوتون في الإكثار من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الزبير بن العوام كان يتحرج فهذا يدل على التحرج من الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدل على تحريم رواية الحديث فإنه قد أكثر الصحابة كل على حسب ما سنح له لكنهم كانوا أمناء في نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار حديث مناسب جدا لأني ذكرت المكثرين من الصحابة ولم أذكر أنسا وهو أحد المكثرين من الصحابة أحد المكثرين من رواية الحديث والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا بن عمر هذا ربي قناب المكثرين الضرر كما يقول الصاحب طلعة الأنوار المكثرون من الحديث أبو هريرة وهو أكثرهم وابن عباس وأنس بن مالك أنس بن مالك هذا وعائشة رضي الله عنها وجابر بن عبد الله نعم ولبن مسعود اكثر كثير ولعبد الله بن عمر بن عاص اكثر كثير ولكن هؤلاء هم أكثر الصحابة حديثا أكثر الصحابة حديثا وأنس هذا وإن كان من مكثري رواية الحديث لأنه كان يتحرج أيضا ويحتاط لكي لا يخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قال رحمه الله تعالى حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار يقرأ قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوالة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في الملام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ما زلنا تحت عنوان من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من قال علي ما لم أقل هكذا الأحادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشنيع على الكذب على رسول الله إن كذبا علي ليس كذب على أحد كما ورد في حديث آخر وهذا يعني التحفظ وعدم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما رواية الحديث مع الاحتياط فأمر واجب أمر واجب وفي الحديث تسموا باسمي محمد وعحمد وكذلك أسماؤه العاقب وغير ذلك ولا تكنوا بكنيتي هذا يرى العلماء أن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم أما الآن فيجوز التكنية بأبي القاسم وليس في ذلك إن شاء الله حرج وقد تكنى بأبي القاسم كثير من علماء الإسلام قال رحمه الله تعالى باب كتابة العلم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فام أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر تحت باب كتابة العلم طبعا قد جاءنا كتابة الحديث وكان عبد الله بن عمر بن عاص يكتب وقال النبي سلم اكتبوا لأبي فلان وربما يأتي في هذا الباب وفي هذا الحديث أن أبي جحيفة سأل علي رضي الله عنه هل عندكم شيء خاص أعطاكم إياه رسول الله قال لا إلا كتاب الله وما فهمه المسلم من كتاب الله يقول علي رضي الله عنه ليس عندي إلا كتاب الله وإن أعطاني الله فهما وفسرت به كتاب الله أو بعض الأحاديث في هذه الصحيفة قال وما في الصحيفة قالوا فكاك الأسير ويجوز في كاكو العقل اللي هو الدية وفكاك الأسير أو في كاكو كلاهما صحيح والأفصح فكاك الأسير على ما رأيت وأيشو ولا يقتل مسلم بكافر يعني يقول ليس عندي أي حديث خاص بنا آل البيت يقول نحن آل البيت آل البيت ليس عندنا شيء خاص الرسول صلى الله عليه وسلم كانت رسالته عامة جاء بالقرآن وبالسنة لكن ربما يكون أحد آل البيت أو غيرهم أكثر فهما في كتاب الله فالميدان فهم كتاب الله أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص عليًا بشيء فلا اقرأ قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوا فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل حبس عن مكة الفيل نعم يرجحون أنها الفيل فقط وليس القتل أو الفيل لكن الإمام البخاري ذكر أنه روايتها يرجحون الشراح يرجحون أن الحديث هكذا إن الله حبس عن مكة الفيل اقرأ قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم واجعله على الشك الفيل أو القتل وغيره يقول الفيل نعم وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بادي ألا وإنها حلت لي ساعة منها ألا وإنها ساعة هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعضض شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهوه بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قراش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر قال أبو عبد الله يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة نعم تحت باب كتابة العلم هذا هو الذي أورد الإمام البخاري الحديث لأجله اكتبوا لأبي فلان وفي الحديث تحريم مكة وأن من قتل مظلوما فله إما أن يعقل أي تعطى له الدية وإما أن يقاد وقلت إن ذلك كله يقرره القاضي هو الذي يقرر العمد والخطأ وشبه العمد وغير ذلك والقتل غيلة وغير ذلك أما عوام الناس فإن ذلك ليس لهم لما فيه من الإحراج وإثارة العداوات ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل حبس الفيلة وقصته معروفة إن أبرهة الحبشي صنع كنيسة في اليمن وأراد أن يصرف العرب إليها بدل الكعبة المشرفة فجاء أحدهم وفعل فيها شيئا من القادرات يعني تبكيتا له في كنيسته التي فعل في اليمن فقال والله لأهدمن بيتهم هذا مدام يعني لطخوا كنيسته جاء أحد العرب وجاء لقبلة كنيسته فنجس فيها فغضب وقال سأهدم بيتهم هذا هذا وذهب بفيلته إلى البيت الحرام ليهدم الكعبة المشرفة فلما قرب أرسل إلى عبد المطلب قال اذهبوا إلى سيد هؤلاء القوم وقلوا له إني ما جئت لأقتل أحدا إن ما جئت لأهدم هذا البيت الذي يعظمونه فلا يتعرضوا لي وكانوا يعتقدون أن الله عز وجل يحمي البيت وكانوا يخشون منه ويخافون حرمته كان أحدهم يتبع قاتل أبيه فإذا دخل الحرم رجع عنه وإذا لقي قاتل أبيه عند الكعبة لا يثيره كانوا يعظمون هذا لأنه شيء توارث عندهم أن هذا بيت محرم معظم فجاء رسول أبره إلى عبد المطلب وقال له يقول لك الملك إني لم آت لأقتل أحدا إنما جئت لأهدم هذا البيت وكان أبرهت هذا قد سطى على بعض الإبل لعبد المطلب شيئا من الإبل فقال عبد المطلب لقريش تفرقوا ابتعدوا إلى الجبال لا يحطمكم شيش هذا الغازي وإني لا أرى إلا أن الله عز وجل سيرده عن البيت المهم المهم تفرقوا ابتعدوا لكي لا تتضرروا ثم ركب إلى أبره فدخل عليه فلما رآه أجله فإذا هو وقور شيخ وقور محترم فأجلسه بجنبي احتراماً لشيبته ووقاري وسكينته أجلسه بجنبي فقال له ما جاء بك قال والله أبلغني أنك أخذت لي إبيلاً شيئا من الإبل قالوا يا هذا لما رأيتك عظمتك واحترمتك جئت لأهدم بيت عزكم وتأتيني تراجعني في بعير فقال له لا بأس أنا صاحب البعير والبيت له رب أنا رب البعير أريد بأيري وللبيت رب يحمي نعم فما فهم أبرهاه القصة ظن أن ذلك نوعاً قالوا قالوا لا أجد أحداً أقل منك عقلاً احترمتك فإذا أنت تنازع في شيء من الإبل ورد له وإبله وهذا اللي يريد عبد المطالب ثم إن الله عز وجل أرد كيده وترك ذلك خالداً مقرؤاً في القرآن ولعلكم تقرأون سورة الفيل نعم ألم ترى كيف يفعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول هذا هو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عمكة الفيل وسلط عليهم رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعد إلى آخر الحديث وقد مر بناء ومنع قطع شجرها وقتل حيوانها خاصة الذي لا يربى مهد الطيور ومهد وأن لا تلتقط لقاطتها يعني إذا وجدت شيء في مكة لا تأخذه إلا يأخذه لتؤديه إلى من يحفظه لصاحبي نعم ثم إن أحد أهل اليمن سمع هذه الخطبة فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لي أبي فلان فسئل أبو عبد الله البخاري أي شيء كتب له قال كتب له هذه القصة كتب له هذه القصة وهذا يدل على مشروعية كتابة الحديث النبوي في حياة رسول الله يقرأ قالوا إلى الإذخر الإذخر نوع من النبت في مكة استهناه لهم رسول الله لحاجتهم استهناه لهم لحاجتهم قال رحمه الله تعالى حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمر قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أباه ريرت رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة من المهم أن نتعرض لإكثار أبي هريرة من الحديث النبوي كثيرا ما تسمعون الكتاب يتكلمون عن أبي هريرة عداء الإسلام وجهلة المسلمين وقد رأيت شيئا من ذلك رأيت بعضهم يتعرض لإكثار أبي هريرة وكيف أكثر أولا هذا لا يتعرض له ويشكك فيه إلا أحد رجلي رجل عدو للإسلام وللسنة يريد أن يحطمها ورجل جاهل مسكين أما من درس العلم وعرف القضية فليعلم أن الصحابة أولا كلهم عدول وأن أباه هريرة رضي الله عنه كان عنده من أسباب الحفظ ما لم يكن عند غيره أولا كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطن فقط يأكل معاه لا هم له 24 ساعة بجنب رسول الله يهيئ له نعلة ويهيئ له طهورة ويجيب لهم السواكة ومعاه على طول ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشتغل بشيء هذا أولا سبب من أسبابي أن يكون أكثر حديثا من الصحابة والأمر الآخر وهو الأطن أنه ورد في الصحيح المتفق عليه بالمخاري ومسلم أن أبا هريرة قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي هذه فلا يسمع مني شيئا إلا حفظه أو فينساه معنى الحديث فقال فبسط ردائي حتى قضى مقالته فأصبح أبو هريرة مثل المسجد لا يسمع شيئا من رسول الله فينساه هذه آية من آيات الله هذه كرامة لرسول الله ولأصحابه وأصبح أبو هريرة ملازما لرسول الله ولا يسمع منه شيئا فينساه فكان حديثه كثيرا بسبب أنه يلازن شاب طالب مجد ومع ذلك نالته بركة رسول الله من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي هذه حديث متفق عليه إذن إكثار أبي هريرة لا يتعرض له ولا يشكك فيه إلا جاهل أو معاند إلا أن أباه هريرة رضي الله عنه يقول ما أظن أحدا من أصحاب رسول الله يمكن أن يكون أكثر مني هذا هو معنى الحديث إلا عبد الله إلا عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه ما فإنه كان يكتب ولا أكتب والصحيح أن الذي وصلنا من حديث أبي هريرة أكثر من حديث عبد الله بن عمر بن عاص بأضعاف أبو هريرة جاء أظنه أسلم بعد خيبر سنين قليل سنين قليل لكنه كان كانت أذنه واعية لا يسمع وشيئا فينساه أبو هريرة من المتأخرين إسلاما حقيقة ولكن أول ما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه يقول لا أريد شيئا إلا العلم طلب العلم وجاءته البركة التي ذكرنا ذات يوم قال له رسول الله سلم من يبسط رداءه يعني تعرض لنفحات الله فنال نفحة منها فأصبح لا يسمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقطه يقرأ قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن واب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم الشد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه حكمة الله نعم الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يكتب لهم كتابا لعل فيه من يكون خليفة ومن يكون خليفة فقط كتاب حول الخلافة وليس انتبهوا هذا كلام مشروح في شرع الحديث وهو خطير إذا فهمنا فهما خطأا مش إن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيكتب لنا شيئا من الدين لم يكن في القرآن وفي السنة وعندما لغطوا عنده قال لهم قوموا لا ينبغي اللغط عني وبقي الدين ناغصا لا القضية ليست هذا الدين كامل هذا الحديث هذا الحديث تعرض تعرض له علماء السنة وشرحوه فلا تفهموه خطأا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لو أن في الدين نقصا لما قال عمر يكفينا كتاب الله ولما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقط هم رسول الله بأن يكتب شيئا من أمر الخلافة فيما قال العلماء فلما طرأ ما يهنيه عن فكرته أنهنى عن فكرته وعمر رضي الله عنه قال يكفينا كتاب الله نظرا لأن عمر كان جريئا في ما يراه نصيحة لهذا الدين أليس كذلك وهذه من موافقاته فلما قال عمر ذلك وتراجع الكلام وطلعت الأصوات قال لهم رسول الله قوموا عني لا ينبغي النزاع عني لو كان هناك نقص في الدين لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكتب الكتاب أما الكتاب فكان نوع من الأمور الجائزة يجوز كتابته ويجوز ترك كتابته لذلك لم يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك نقص في الدين كان سيكون في هذا الكتاب لأن الدين قد كمل ما قبض ما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما تم الدين اليوم أكملت لكم دينكم كمل الدين الكتاب كان فقط فيه أمور يجوز كتابتها ويجوز تركها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهم بكتابتها ثم عدل عن ما هم به واضح هذا هو الحق الذي قرره علماء السنة هذا هو الحق الدين كامل قبل الكتاب والكتاب ما كان إلا من الأمور الجائزة وعدول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابته وإقراره لعمر وعدم نهيه له يدل على أن عمر كان موفقا في أن يكفينا كتاب الله افترضنا أنهم تنازعوا في الكتاب مثلا أو ضاع الكتاب أو غير ذلك كتاب الله وسنة رسوله فيها ما يكفي لكن لعل رسول الله كان يريد أن يكتب لهم من هو الخليفة أو من هو الخليفة بعد الخليفة أو شيئا من هذه الأمور ولعل الذي كان يريد أن يكتبه ربما حدث به أبا حذيفة بن اليمان أو حدث به أبا هريرة أو أسنده إلى أحدهم فالدين مات عنه رسول الله كاملا كل ما جاء من عند الله بل وهو رسول الله وهذا أصل يعصم إن شاء الله من فهم الخطأ في أن رسول الله كان يريد أن يكتبه كتابه ولم يكتبه يقرأه قال رسول الله من الخزاء من الخزائن أيقظ صواحبات الحجر رسول الله رسول الله في بيته وفي طلابه وفي طلابه فتجوز الموعظة في الليلة أو في النهار عندما يقتضيها المقام وفي الحديث أن الله عز وجل ينزل على هذه الأمة كثيرا من الخزائن وكثيرا من الفتن وكأن التنافس في المال والجاه سبب الفتن ووردت أحاديث بذلك هكذا النبي يربط كثير من الخزائن الأرزاق الأموال وكثير من الفتن نعم ثم فيه إيقاظ النساء لصلاة الليل ووردت أحاديث بذلك ينبغي للمرأة أن توقظ زوجها لأصلي شيئا من الليل وينبغي للرجل أن يوقظ زوجته لتصلي شيئا من الليل ثم إن النبي قال رب كاسية في الدنيا عالية من القيامة في الآخرة أي رب كاسية في الدنيا لم تعبد الله ولم توطعه أبوذ بالله يتغير الحال عليها في الآخرة قلوا صواحب الحجرات صواحب جمع صاحبة لأن المؤنث إذا جمع فاعلة إذا جمعت تجمع على فواعب صواحب صاحبة جمع صاحبة الحجرات أي الغرف النساء النبي يقول أيقظوا زوجاته عليه الصلاة زوجاته يقول أيقظوهن يصلين للاجتهاد في العبادة لأن في صلاة الليل خيرا كثيرا إن في صلاة الليل من الخير ما لا ينبغي تركه ولو شيئا قليلا ولو ركعتين فإن الشيطان يعقيد على قافية أحدنا إذا هو نام ثلاثة عقد يعني رقية رقية الشيطانية ليس شرعية يقول في كل عقد نم عليك ليل طويل فإذا استيقظ المسلم وذكر الله نحلت عقده وإذا توضأ نحلت العقدة الثانية وإذا صلاة ركعتين نحلت العقد كلها شو النتيجة يصبح نشيطا طيبا نفس يصبح جرب يصبح ما شاء الله رياضي روح رياضية وجسم رياضي بمفهوم كلامنا اليوم بلغتنا يصبح عنده روح رياضية نشيط طيب النفس ونشيط جسم خفيف وروح خفيفة يقابل الخير يشتغل صح ويؤدي وظيفته صح وينفع الناس ويقوم بالواجب وطيب وأما إذا بات نائما لم يصلي ركعتين يصبح خبيها النفس كسلان يعني زعلان وبس مش عارف شو من زعل مش قابل يتحرك ثقين يصبح خبيها النفس مش معناها نحرام خبيها النفس معناها مش مش مستعد للخير ما عنده نشاط ما عنده دافع خبيها النفس معناته مش مستعد للخير وكسلان ثقيل ثقيل جسم ثقيل سبحان الله سبحان الله صلاة ركعتين كأنها منشيطات مباحة مش هذه منشيطات محرمة في الرياضة صلاة ركعتين تفكي كرقية الشيطان ركعتين وفيها خير كثير يقرأ قال رحمه الله تعالى باب السمر في العلم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قال فقام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد عجيب الحديث معروف طبعا الحديث جاء به أن يجوز السمر في العلم وحسب ما قرره الفقهاء وعكس ما نفعل كثيرا أن الحديث بعد صلاة العشاء مكروه والنوم قبلها مكروه ينبغي المسلم أن لا ينام قبل أن يصلي العشاء وأن لا يتكلم بعد أن يصلي العشاء إلا في مهمة يجوز كلامه مع زوجته وفي مصالح بيتي ويجوز طلب العلم والسمر في طلب العلم ويجوز للولاة والناس الذين معنيون بأحوال الناس أن يتحدثوا في أحوال الناس مع الوزراء وغيرهم لكن الكلام الفاضي قالوا ذهبوا فعلتوا ما فعلت مكروه بعد صلاة العشاء الملائكة من الصباح يكتبوا 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 خلاص بعد صلاة العشاء يعطوهم يعني يعطوهم الراحة بعد صلاة العشاء مكروه مكروه الكلام بعد صلاة العشاء لأن الكلام بعد صلاة العشاء في غير فائدة يؤدي إلى تأخير النوم وتأخير النوم يؤدي إلى ترك قيام الليل ويؤدي إلى التأخر عن صلاة الفجر والتأخر عن صلاة الفجر يؤدي إلى شيء آخر وشيء آخر يؤدي إلى شيء آخر أما من لا يتكلم بعد صلاة العشاء إلا في ضرورة ويسرع في نومه الذي هو مطية تحتاج إلى الراحة يصبحنا الشيطان يتجدد فيه الطاقة يتجدد فيه الخير وربما قام من آخر الليل فصلى عشر ركعات ولا عشر ركع ولا ركعتين وربما حضر الجماعة صلاة الصبح خير كثير والكلام بعد صلاة الصبح مكروه الكلام بعد صلاة الصبح حتى يكون قريب من طلوع الشمس مكروه إلا في مهمة شيء مهم مثل الدرس الذي تفعلون ومثل الكلام مع الوالدين ومثل الكلام الرجل مع عياله الكلام في حاجة ضرورية بعد صلاة الصبح وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة الغدوة عبادة ما بعد صلاة الصبح ذكر قراءة قرآن دعاء بعد صلاة الصبح حوالي 40 دقيقة على الأقل بعد صلاة الصبح حتى يقرب الطلوع هذا صرح خليل المالكي بأنه مكروه الكلام فيه وكان الرسول الله سلم يحمي نفسه من الكلام فيه كان لا يخرج من المسجد حتى تطلع الشمس كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد حتى تطلع الشمس ويرغب في ذلك يقول أن من صلل الصبح في جماعة إنما جلسوا في موضعهم وصلاة حتى تطلع الشمس صلى الله لك عاتين كتب الله له حجة وعمرة ثامتين ثامتين على الأقل إذا لم إذا لم تجلسوا في مكان الصلاة فلا أقل من أن تذكروا الله في الطريق وتقللوا من الكلام أكثر ما تخرج من المسجد وإلى واحد جايك يسألك عن أشياء ولو وقفت معاه يطلع عليك الشمس وانت واقف يسألك عن أمور فاضية الفاضي في الفاضي لا المسلم ينتبه فإن هناك سويعات مباركة فيها الأرباح يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا إن هذا الدين متين فأوظلوا فيه برفق ثم يقول لهم واستعينوا بالغدوة والروحة يعني آخر النهار وشيء من الدلجة يعني إذا عبدتم الله مساء ختمتم النهار بعبادة وعبدتم النهار صباحا استفتحتم النهار بعبادة وكمان في الليل أخذتم عبادة شيء فهذا يكفي إن شاء الله فهذا يكفي إن شاء الله نعم ولن تحصوا يقول لهم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة إذن يجوز السمر في طلب العلم وفي كل خير لكن السمر في الفاضي فعلى زيده فعلى عبيده فعلى زيده فعلى عبيده مكروه مكروه لأنه إملاء تختم الكتاب وترسله إلى الله عز وجل فيأتي لربك فإذا ما فيه إلا فعلى زيده فعلى عبيده مش محترم هذا مش محترم أنك ترسل إلى الله عز وجل كتاب ما فيه إلا الكلام الفاضي صح أو لا إذن السنة أن لا نتكلم بعد صلاة الإشاء إلا فيه خير إلا فيه خير في طلب العلم اقرأ اقرأ حديث وآحد نختم به قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة وقال حدثنا الحكم وقال سميت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعاتين ثم نام حتى سميت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة نعم هذا حديث وقد روي عدث روايات كيف أن ابن عباس رضي الله عنه بات عند خالته يرقب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى شن وأخذ منه الماء سوك وأخذ الماء وتوضى وقام يصلي فقام ابن عباس على يساره فمسك أذنه وأداره على يمينه وصلى خمس ركعات أي عشر ركعات خمس تسليمات خمس تسليمات ثم نام ثم صلى ركعتين وذبت أن النبي قال يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم الشرعو الوتر للتعشان ركعة والهبت في حد عائشة ما زاد رسولهم على إحدى عشرة ركعة لكن لعلها لم تذكر ركعتين خفيفتين والهبت أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وعلى كل حال ما بين صلاة الإشاء إلى طلوع الفجر كله وقت صلاة من صلى ركعتين فلا بأس ومن صلى أربعا فأحسن وأكثر ما ذبت ثلاث عشرة ركعة إلا في رمضان فقد هبت أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا بعشرين ركعة والصلاة مفتوحة في هذا الوقت وفقني الله وإياكم تسميت غطيطه أو خطيطه الغطيط هو صوت النائم الغطيط هو صوت النائم زاكم الله خيرا